العدد مازال متواصل وباقي حوالي شهرين على انطلاق أكبر كرنفير يغضي في العالم الأولمبياد لما نقول لعيب أولمبي بنعرف أن احنا قدام حالة خاصة قدام شخص مختلف لكن لما بنتكلم على أولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين بنتكلم عن حدث استثنائي في الحقيقة العالم كله بيستعدله في بإرسال أكبر عدد ممكن من لعبيه مصر على سبيل المثال ستشارك بأكبر بعثة أولمبية في تاريخها وصلنا حد دلوقتي 141 متأهل ومتأهلة في أغلب الرياضات الفردية والجماعية ولسه في توقعات أيضا أن هذا العدد حيزيد خلال اليومين الجايين وإحنا بنؤكد أن ده أكبر عدد في تاريخ مصر في بطولة أولمبية أكيد النهاردة يمكن حنتكلم وحنجاوب عن أسئلة كده مهمة مصر ولجنتها الأولمبية إزاي استعدوا للكاردفال الرياضي العالمي ده إيه المستهدف يتم تحقيقه من ميداليات دهب وفضة وبرونز هل في حوافز ومكافئات حتتصرف ليه البطل الأولمبي زادت ولا ما زادتش بقت مجزية ولا ما بقتش مجزية هل في جديد لسه ما تقلش؟ في أسئلة كتير هنحاول نجاوب عليها النهاردة بالتفصيل مع ضيفنا في الستوديو الأستاذ شريف العريان الأمين العام لللجنة الأولمبية المصرية صباح الخير على حضرتك منوارنا ومشرفنا صباح النور أهلا وسأهلا لما نيجي نتكلم عن اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية إزاي في استعدادات وإزاي في تجهيزات؟ أعتقد أنها مش وليدة اللحظة بأن فترة وفترة طويلة كمان بنشتغل عليها طبعا كمانيا الاتحادات المصرية الأولمبية الحقيقة الهدف الأساسي بتاعها هو الوصول إلى الدورة الأولمبية وتحقيق إنجاز فيها والوصول إلى الميداليات إن أمكان يعني فبنجهز للكلام دا دايما الحقيقة عارفة الأولمبية بتلعب كل أربع سنوات الأولمبية الماضية كانت في توكيو توكيو 2020 تم تأجيلها لمدة سنة بسبب الكورونا إنما أقيمت في 2021 فكان المرة دي باريس استثنائي الحقيقة إن إحنا بنعد ثلاث سنين مش أربع سنين إنما دا بيبقى بالتوازي اللجنة الأولمبية المصرية مع وزارة شاوب الرياضة بكيادة الدكتور أشهر الصبحي حاليا والاتحادات كله طبعا في مجاله بنعد لعبتنا من خلال بطوات العالم والتصفيات المؤهلة حيك عرفة إن الأولمبياد بيوصل لها 10500 لعب ولعبة من العالم كله يعني 7 بليون مني آدم في العالم صفوا بتاعتهم هم 10500 اللي بتآهلوا إلى الدورة الأولمبية في 33 لعبة أولمبية مصر تملك 28 لعبة من 33 أهم هذه الألعاب اللي مصر بتراهن عليها إنها يتوصل لنتائج مرضية يعني إحنا زي ما حالك قلت إحنا كان لنا ثلاث أهداف كل لجنة الأولمبية مصرية أو كل الأولمبياد بيبعلينا الثلاث أهداف دي إن إحنا نكبر عدد البعثة المصرية وعدد المتعهلين إن إحنا نتأهل في أكبر عدد من الألعاب الممكنة وإن إحنا نحصد أكبر عدد من المليليات هم دول ثلاث أهداف اللي بيكونوا موجودين عند اللجنة الأولمبياد المصرية الحقيقة اتنين منهم هيتحققوا اللي هو أكبر عدد من اللاعبين خلاص قراردي تحقق بـ 141 لعبة لعبة وحنوصل إن شاء الله يعني لغاية نص يونيو القادم اللي هو نهاية التأهيل لأكثر من 150 لعبة لعبة إن شاء الله وحنكون متأهلين في حوالي 21 أو 22 لعبة أولمبيا وده برضو هيبقى أكبر عدد من الألعاب اللي نتأهل فيها للأولمبياد هيبقى فاضل بس في الأولمبياد نفسها بقى إن احنا نكسر الرقم الخياسي لمصر اللي اتحقق في توكيو الماضي وهو 6 ميديليات مزبوط دهبية وفضية وأربع برونزيات وده أكبر عدد مصر حققته في تاريخها في أولمبياد واحدة كنا حققنا قبليه 5 ميديليات 3 مرات حققنا في برلين 36 ولندن 48 وبعد كده حققنا في 2004 في أثينا ثم كسرنا هذا الرقم بـ 6 ميديليات في توكيو الماضية بنحاول نحن نكسر هذا الرقم مرة أخرى طبعا عندنا يعني ألعاب قريبة من ميديليات يمكن أقرب لعبة للميديليات طبعا هي رفع الأسقال اللي كانت موقوفة دورة اللي فاتت كنت مصر موقوفة سنتين بسبب المنشطات تشال الوقف الدلقتي وأبطالنا تاني موجودين على مصصات التسويج يمكن أبرز اللاعبين المرشحين للميديليات هم مصارة سمير وكريم كحلة ونتمنى طبعا أن غيرهم برضو احنا تأهلنا بخمس لعبين أنهم برضو يقدروا يحققوا ميديليات أو ينفسوا عليها إن شاء الله عندنا الخماس الحديث اللي أنا برقصه برضو التأهيل 2 و 2 هو حد الأقصى إحنا عندنا حالياً ولدين وبنت متأهلين هنوصل إن شاء الله بنهاية التأهيل للحد الأقصى اللي هو ولدين وبنتين بإذن الله أي اتنين اللي عيباً مصر هيلعبوا إن شاء الله هيكونوا بنفسوا على الميديليات بإذن الله ده الترجم بتاعنا طبعاً إحنا ما نستشل الميديليا الفضية في توكيو لأحمد أسامة الجندي كان ميديليا تاريخية لمصر في الخماس الحديث كانت أول ميديليا على مستوى الكبار وإن حققنا بليها على مستوى الشباب أولمبياد الشباب دهبيتين بأحمد الجندي وسلم أيمن الاتنين دلوقتي برضو بيحاولوا تأهله لأولمبياد باريس يمكن هم دلوقتي في تركيا في نهاية كاس العالم بطيح يروحوا عصين عندهم طول العالم ثم حينتهي التأهيل ونعرف مين اللي تأهل من مصر عندنا طبعاً ألعاب تقليدية زي المصارعة عندنا أمال فيها عندنا ملاكمة برضو رغم الملاكمة دلوقتي بقى صعب قوي التأهل للأولمبياد من خلال التأهيل العالمي فقط إنما حققنا فيها ميديلات من قبل الأخير من ثلاث ميديلات الفضية واثنين برونز في أثينا 2004 عندنا كرة القدم فريق كرة القدم عندنا متأهل والحمد لله كمان وقع في مجموعة يعني تعتبر كويسة يعني نقدر نتأهل منها للدور التالي بسهولة إن شاء الله كرة اليد طبعاً للحق المركز الرابع في أولمبياد باريس كل الأمال إنه هو يعني نخش بقى في الميديلات إن شاء الله بمرة دي كابتن شريف يتكلم مع الدعم الدولة المصرية لإعداد بطل أولمبي الدعم ده تتكلمي في الدولة المصرية بشكل كبير الرئيس عفتاح السيسي نفسه تتكلم في هذا الأمر وزير الشباب ورياضة أشرف صبح يتكلم في هذا الأمر بأكتر من صيغة وبأكتر من عبارة إيه اللي تحقق تحديداً على الأرض؟ طبعاً الدعم الرياضة قموماً في مصر زاد أضعاف أضعاف مضعفة في السنوات الماضية يمكننا نقدر أقول إنه فعلاً كان فيه طفرة كبيرة في الرياضة المصرية بدأت من 2014 إلى تاريخنا في آخر عشر سنين زيادات كبيرة جداً في دعم الرياضة وبزيادة رياضة البطولة يمكن في آخر أربع خمس سنوات كمان القطاع الخاص والسبونسورشيب يعني نقل الرياضة نقلة مختلفة تماماً حقيقة الدعم ده دعم مادي ولا دعم في بناء المنشآت ولا دعم في دخول القطاع الخاص يعني ما هو الدعم من وجهة نظر؟ لا أنا بكلم عن الدعم المادي خلاص اللي بيوصل للاتحادات الرياضية وبيوصل للعبين ده بيتضخم من ميزانية الدولة لكو لكن أكيد في أشكال تاني لا من ميزانية الدولة ومن القطاع الخاص كمان في صورة سبونسورشيب أما بالنسبة للإنترستركشير خلاص الإنترستركشير المصرية على أعلى مستوى يعني فعلاً برضو زي ما بقول فيه طفرة كبيرة جداً في آخر عشر سنوات من 2014 حتى تاريخه مصر تنقل نوعية الحقيقة في المنشآت الرياضية فمصر دلوقتي يعني عشان كده احنا دلقتي تقدمنا حتى بملف لاستضافة أولمبياد 2036 للجنة الأولمبياد الدولية لأن احنا لقينا أن احنا قادرين دلوقتي نحنا نقول أن فعلاً مصر كإنفرستركشير الموجودة الرياضية لا احنا قادرين احنا من أول يمكن ما بدأت كورونا مصر شالت العالم كله على كتافها خلاص في تنظيم بطولات العالم اللي كانت معظم دول العالم لا مصر قد تنظم بطولات العالم كتير مصر بتنظم حقاً من 21 لغاية دلوقتي كل سنة بطولات على أعلى مستوى في كل الألعاب هيا مش هادر أقول لعبة بعينها يعني خلاص إنما معظم الألعاب بننظم بطولات كبرى جداً عشان كده حتى الشخصيات المصرية التي بقت مطلوبة في الاتحادات الدولية عندنا ناس كتير التي نواب رئيس التحاد دولي رئيس التحاد دولي زي الدكتور حسن مصطفى التحادات العربية والإفريقية هتلاقي برؤوسها مصرين كتير إنهم شايتين إن مصر تحت تانية في الرياضة طيب عادنا سنين كتير قوي نسمع عن الرياضات الشهيدة الرياضات اللي لا يقدم لها دعم الرياضات اللي مش واخدة اهتمام مادي ولا إعلامي لسه عندنا رياضات شهيدة ولا الوضع اختلف بعد أكتر من 350 مليون جنيه دعم في ثلاث سنين لا طبعا وصلح لي رقم لو رقم ما مش مظهر مش عارف رقم كان بالزبط بس الرقم كبير لحقيقة الرقم يمكن يكون قد اللي حاية قلتها أو أكتر كمان لا الفلوس اللي اتصرفت على الرياضة عموما في الثلاث سنين الماضين يمكن زادت عن المليار جنيه مصري الفلوس اللي اتصرفت وتتصرف على رياضة البطولة أو دعم باريس يمكن دخلت نصف مليار جنيه مصري فهدي المبالغ اللي احنا نتكلم فيها هل دي في ورث الرياضة يعني مبالغ كبيرة قوي 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 لا هي كبيرة بالنسبة لنا طبعا والرياضة لم تشهد مش عفتاش قبل كده مش عفتاش قبل كده طبعا صناعة الرياضة قد تكون بتحتاج أكتر طبعا طبعا صناعة البطل الأولمبي حضرتك بتحتاج البطل الواحد والواحد الميداليا الواحدة بتتكلف حوالي من مليون لتنين مليون دولار سنويا حيبتكلم على مبلغ كبير أغلب دول العالم العالم فيه 206 دولة بيلعوه في الأولمبياد يمكن 3 رباحهم ما بقدرش إنه هو يصرف الصرف الكبير اللي احنا بنشوفه عشان كده العشر دول الأوائل على الأولمبياد هم أقوى عشر دول اقتصاديا هم هم الأوائل دو شيء طبيعي جدا لأن الرياضة صناعة فانت كل ما هتصرف أكتر كل ما هتقدر تجني سمار هذا الصرف أمر طبيعي جدا ومن أهم الرياضات اللي نقول كانت شهيدة وأولمبيا ورياضة معروفة أرياضة الجنباز ونا بنتكلم عن إنه إحنا الرصيد بتاعنا ست ميداليات إن شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل لأعداد أكبر ممكن توصل لعشر ميداليات مثلا ويا رب أكون يعني مقطرة ويبقى أعداد أكبر من كده بكتير قولي ميدالياتنا المضمونة هتكون في العب إيه لا يوجد شيء اسمه مضمون في الرياضة خلاص قفلت لي سؤال من الأول طبعي لا ندع نقول يعني أعرف فرصنا إيه أعرف فرصنا هي نمرة واحد صارة سمير طبعا بطلتنا في رفع الأسقال وصاحبة برونزية أولمبياة توك أولمبياة ريجينيرو الماضية القبل الماضية هي الأقرب عندنا كريم كحلة عنده فرصة كويسة عندنا أي نكمين مشايف المصارعة فيها عشر مصريين حجزوا مقاعد بالفعل المصارعة فيهم عشر آه خلاص إن كان أقربهم عبلطيف منيع في الوزن المفتوح وكيشو اللي جاب برونزية توكيو وتأهل مراتي الحقيقة يعني بطلع الروح خلاص لأنه خسر في أفريقيا ودي كانت مفاجأة لنا جميعا ثم الطر يتأهل عن طريق الرنك العالمي في بطوله صعبة جدا الحقيقة إنما قدر أنه هو يرجع ياخد مكانه ويكون موجود فلازم يركز جدا للجاي إذا كان عايزه صورة لمنصة التدويق تاني عندنا الخماسي الحديث أحمد الجندي مهند طارق محمد الجندي معتاز زوائل أربعة بتنفسه على مكانين أي أن كان الاثنين هايوصال الأولمبياد منهم إن شاء الله يكونوا بنفسه على الميدليات عندنا في البنات زي ما كنتونتو مستضفين ملك ملك خالد هي بكي احتباء من أصغر لعبات المتأهلات هي تبقى أصغر واحدة أكيد في الخماسي الحديث هي موليد 2005 تأهلت عن طريق الفوز بطولة أفريقيا إنما إدرت الفترة اللي فاتت أنها تنافس مرتين في كسات عالم وتحرز مديريا برونزية نتمنى ده يتكرر في الأولمبياد بحاجة أكثر من رائعة عندنا سلمة أيمن أيضا قريبة من التأهل في الخماسي ودي صاحب الذهبية أولمبياد الشباب الماضية بوينوس آرس 2018 عندنا منساش عزمي محلبة في الرماية بطلنا الكبير الحقيقة برضو فرصه قوية وهو في الرنك العالمي من أول ثلاثة على العالم عندنا السلاح منساش السلاح ماشي بشكل أكثر من رائع يمكن زياد السيسي لسه فايز ببطولة كاس عالم عندنا محمد محمد السيد أيضا عندنا لفرقة ال إي بي وفرقة الصبر فيرقة الصبر لسه واخدة تاني كاس عالم يمكن من يومين في أسبانيا حاجة أكثر من رائعة عندنا الفلوري محمد مير حمزة لسه جايب برونزية يمكن برضو من يومين في بطولة كاس عالم فعندهم فرص برضو في الفرد والفرق وزي ما قلنا طبعا فريق كرة القدم وفريق كرة اليد ما نستبعدهمش أبدا من المنافسة إنما في الآخر دي رياضة خلاص عندنا نايل نصار في الفروسية لسه كذبان برضو أحد جولات الجران بري يعني أي لعبة هنبدأ فيها مجهود هنقدر نوصل إن شاء الله عندنا الجنباز ماشي كويس جدا خلاص يمكن يعني لو ما قلناش الأولمبياد دي حيبقى الأولمبياد القادمة 28 بإذن الله كله بيعدي نفسه مش بس الأولمبياد دي إنما الأولمبياد القادمة كمان 28 من أن الدولة المصرية تجني سمار الدعم اللي قدمته فيه عدد كبير من الرياضات الأولمبية وبالتأكيد كل الاتحادات الأولمبية اتجاهزت أو فيه أعلى جاهزية لاستقبال أهم حدث رياضي أولمبي في العالم أولمبياد بريس 2024 كل الشكر شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية شرفتنا ونورنا النهاردة في سوديو صباحا شكرا 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 شكرا